أطلاقت وكالة الفضاء الأوروبية مسبار الفضاء روزيتا قبل نحو عشر سنوات بغرض استكشاف أحد المذنبات عن قرب لكن المهمة مرت بإحباطات كثيرة حتى ظهر ضوء في نهاية النفق إنها مهمة عظيمة بدأت في عام 2004 هي الأولى من نوعها في التاريخ التي تحاول الوصول إلى أحد المذنبات هي مهمة طويلة لأننا نحاول الوصول إلى السرعة المدارية لمذنب المسبار يسبح في الفضاء منذ عشر سنوات وخلال العامين الماضيين ابتعد كثيرا عن الشمس ولم نكن نستطيع التحكم فيه واضطررنا لوقفه عن العمل وبعد هذا الانقطاع ستصلنا اليوم لاثنين أول إشارة منه تلقي إشارة من روزيتا يعني أن المهمة ستبدأ في العودة إلى مسارها الذي يهدف في النهاية إلى الاقراب بشدة من مذنب 67P وإجراء بعض البحوث العلمية عليه المذنب المستهدف يبلغ عرضه أربعة كيلومترات وهو مكون من ثلوج وأتربة ويقول علماء وكالة الفضاء الأوروبية أنه مع حلول شهر أغسطس أب ربما يبدأون في إنزال روبوت على سطح المذنب لتحليل بعض مكوناته وتصوير بعض أجزائه وإرسال هذه البيانات إلى الأرض محمد طه بي بي سي ترجمة نانسي قنقر